موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهل في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وموعد يتجدد معكم في برنامجكم ملكو كتابة حلقة النهاردة الحلقة الأخيرة في 2018 بل هي في اللحظات الأخيرة في مفترق السنين ما بين ودع 2018 بكل ما حمل هذا العام من أحداث وتدعيات هنتكلم فيها بالتأكيد على الشق الرياضي وأيضا في مستهل أو على أعتاب عام جديد 2019 اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه يعيده على مصرنا الغالية وعلى النادي الأهلي بكل خير وسعادة إن شاء الله حلقة النهاردة بيغيب عنا فيها المهندس عدل القيائي لارتباطه بظروف عمل إن شاء الله ينجزها بكل خير وبكل ما يفيد النادي الأهلي لكن عايز أقول لحضراتكم إنه حلقة النهاردة وإحنا بنودع فيها 2018 بكل ما حدث فيه بنستشرف ونستشرق 2019 بكل طموحاته عشان كده هتلاحظوا إنه الحلقة النهاردة عبارة عن نظرة إلى ما حدث في 2018 وارتباطه بـ 2019 اللي حصل بالزبط من أحداث من مباريات من ارتباطات من تعاقدات من اعتمادات جمعيات عمومية وأيضا تأثيرها على 2019 بكل ما يحمل هذا العام الجديد إن شاء الله ربنا يعيد عليكم بكل خير وساعدة إن شاء الله من طموحات وأمال كبيرة جدا لجماهير النادي الأهلي لعل أهمها يمكن الملف الكروي ملف كرة القدم الأهلي في 2018 والحقيقة الموسم الحالي هو الموسم المنقضي نفس الموسم اللي قابله اللي بياخد بطولة الدوري وبيلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا ده اللي حصل في الموسم الأخير مع مجلس الإدارة الحالي وهو نفس حجم الإنجاز اللي كان تحقق أو نفس ما تحقق مع المجلس السابق لكن بعض التقييمات على السطح الإعلامي مختلفة لأسباب كتيرة برضو هنقف عندها بنظرة متأملة شوية لكن زي ما قلت لكم أنه الملف الكروي في هذه اللحظات بيشهد إعادة صياغة كاملة إعادة صياغة بكل تفاصيلاته المدرب الأرجو أيان المدير الفني مرتن لسارتي وصل وقاد التدريبات مباراة الأهلي وبيراميز يوم الجمعة إن شاء الله هتكون المباراة الأولى اللي بيقود فيها لسارتي الأهلي كمدير فني تابع كل التفاصيل كون صورة كاملة على كل اللعيبة كلامه للعيبة إنه عارف كل حاجة عن كل واحد فما يعني إنه الحمد لله جايوا معاه صورة كاملة لأنه من أول ما تعاقد وسافر أخذ عدد كبير من سيديهات المباراة الأخيرة للأهلي تابع المباراة الأخيرة مع الداخلية من المدرج ورصد كل شيء عن الفريوة وبالتالي يمكن وجود أو استمرار الكابتن محمد يوسف معاه كمدرب عام بكل ما لدى محمد يوسف من معرفة كاملة بأحوال كل اللاعبين ده بيسهل كتير من مهمة المدير الفني الجديد اللي زي ما قال هو في المؤتمر الصحفي اللي عقده وقت توقيع العقد أنه بصمته على الفريق أو حتى تعديل طريقة اللعب وتعديل أسلوب الأداء هيكون تدريجي بالتأكيد مش هيتخلص من كل الشكل التكتيكي مرة واحدة ولا حيفرض أيضا شكل جديد مرة واحدة لكن من المؤكد أنه تدريجيا وحسب ظروف المباراة وحسب قدرات اللاعبين اللي دينا شايفين بدأ العدد يكتامل بدأت الصفوف تظهر بالشكل الكامل يمكن إعادة تأهيل الراجعين من الإصابة اللي منتظرين القيد مع الساعات الأولى من يناير إن شاء الله يعني ابتداء من بكرة مع فتح سيستم القيد وده سيستم دولي في الانتقالات الدولية لللاعبين هيحق للأهلي إضافة خمس لاعبين لقيمته المحلية وأيضا يحق له استبدال ما شاء من عدد وفقا لي الاتحاد الكرة أكد عليه للأندية في أربعة سبعة وأنا دايما أبدا بقول لكم أربعة سبعة ليه لأنه أول ما الأهل هيستفيد من عمليات القيد والاستبدال هتبدأوا تسمعوا على السوشيال ميديا النغمة إنه فتحوا النظام للأهلي عملوا استبدال خاصة عشان الأهلي لا هو من أربعة سبعة اللي فات كل نادي من أندية الدوري عنده جواب من اتحاد الكرة يقوله فيه عندك في شهر يناير الحق في قيد خمس لاعب إضافيين لقيمتك واستبدال ما تشاء من لاعبين النهاردة مرتن لسارتي المدير الفني الأروجوياني قاد هذا المراني اللي حضراتكم شفته بعض الجوانب منه واجتمع مع الجهاز المعاون له على هامش هذا المران جلست لسارتي مع كابتن محمد يوسف وكابتن سامي ومصان وطبعا في حضور كابتن ساد عبد حفيز مدير الكرة تناولت الحديث عن بعض الأمور الفنية المراجعة بشأن كل اللاعبين المتاحين وفتح الحديث عن ملفات القيد المحلي وبالتالي القيد الأفريقي لأنه الأهل يحقلوا قيد سبع لعيبة لقيمته الأفريقية لازم أن يكونوا متسجلين محليا فبالتالي كل اللي أنتوا منتظرين قيدهم محليا وأفريقيا المفترض مع أول يناير يحقل الأهل إضافة ما يشاء الجهاز الفني من لعبين ويكون لهم حق المشاركة ابتداء من مباراة الجمعة أمام بيراماتس وليد أزارو المهاجم المغربي هدف الفريق غاب عن مراني النهاردة بسبب نازلة برد اشتكى منها وليد واكتفى ببعض التدريبات الخفيفة في مراني اليوم بعد أحمد فاتح طبعا الخسارة الكبيرة قلب الدفاع أو قلب الأسد الظهير الأيمن الدولي الكبير بيعاني من إصابة تبعده عن الفريق لمدة شهرين لإصابته في نفس الإصابة اللي فاتت أو بعدته فترة طويلة في العضلة الأمامية بينما يعني هي المستشفى زي ما أقول لكم قبل كده السرير بيفضى يدوب حد يخرج من سرير المستشفى يدخل لعب تاني مكانه وللأسف والسوء البخت دايما وأبدا اللي بيغيب بيكون لعب من القوى المؤسرة أنتوا شايفين أنه جونيور أجياء وهو في أحسن حالاته لما أصيب لغاية دلوقتي لسه بيرجع إن شاء الله ويعاد قيده بإذن الله بس أنتوا شايفين عدد الإصابات ومدة الغيابة الطويلة جدا فأحمد فتحي بيغيب لمدة قد تصل إلى شهرين لكن رجع حسام عشور وتمرن مع الفريق صلاح محسن ومحمد نجيب وسعد سمير في طريق مغادرة مستشفى الأهلي والانضمام للفريق إن شاء الله كل ملفات المصابين بيوليها لسارتي اهتمام كبير جدا وبمؤكد أنه الملف الطبي بيحظب باهتمام كبير ومتابعة ومراجعة في الفترة اللي جاية قوة الأهلي بقى بتستكمل وبالإضافات الصفقات الجديدة اللي دخلت بسرعة في صفوف الفريق بالإضافة إلى اللعيبة اللي منتظرة إعادة القيد زي صالح جمع وزي جونير أجيي وزي عمر جمال وزي عمر بركات اللعيبة اللي بتنتظر البت في موقفها من الناحية سواء من سيتم قيده أو من سيتم إعارته هؤلاء اللعبين بينتظموا في التدريبات بقوة واضحة جدا نضم بقى للقوة ضربة الحمراء بشكل مؤثر جدا رمضان صبحي اللي استعاره الأهلي من نديه الإنجليزي لمدة ست شهور رمضان بالتأكيد إضافة نوعية قوية جدا من المؤكد أن الجامهير بتأمل منه حاجات كتيرة جدا هو وبقية اللعيبة خاصة نجوم الصفقات الجديدة محمد محمود محمود وحيد لكن المسألة المهمة بالذات للعيبة الجديدة وللجهاز الفني الجديد رفع سقف الطموحات من البعض ودي لحظوها في البرامج الرياضية الفترة الجاية خاصة البرامج الموجهة أو البرامج اللي هدفها إعاقة حركة الأهلي وأنا شاورت لكم قبل كده على أكتر من حد واضح جدا الأداء بيحكموا هذا التوجه حتلاقوا باستمرار اللعيبة الجديدة متحطة تحت المنظار وتحت التقييم الفوري هو ده محمد محمود اللي بكذا هو ده محمود وحيد اللي بكذا هو ده رمضان صبحي اللي الأهلي دافع فيه كذا ده كلام حتلاقوه باستمرار لكن من المؤكد أنك ما بتلاقوهوش مع الفرق التانية يعني باستمرار محدش بيتكلم على أنه عنطر اللي كان حديث الخناءة في الصيف اللي فات والزمالك احتفل بضم عنطر احتفال كبير جدا النهاردة كتير من الجرائد بتتكلم على أنه عنطر ممكن يكون الزمالك عنده رغبة في بيعه أو إعارته لأي نادي محدش تتكلم على فين فرصة عنطر محمد محمود الصفقة الجديدة للأهلي قال أنه جاهز بشكل جيد جدا وأنه عنده هذا التركيز الشديد في إضافة شيء مع النادي الأهلي وقال المنافسة الشريفة بين جميع اللعبين داخل الأهلي بتخدم الفريق وأن الجميع تحلى بالروح القتالية وأن المنافسة في شكل عام بتصب في مصلحة الفريق وأكد محمد محمود جاهزيته وإيجادته اللعب في ثلاث مراكز سواء خط الوسط المدافع اللي محتاج لتدعيم بالتأكيد أو الجناح سواء في الناحية اليمين أو الشمال أو كصانع ألعاب وأكد أنه جاهز للمشاركة في أي مباراة يرى فيها الجهاز الفني الحاجة ليه محمد محمود قال أن الحماس اللي ظهر في التدريبات اليومية للأهلي ده دفع كبير جدا ليه ولكل زميله لتقديم مرحلة جديدة جدا للجماهير الأهلوية في الفترة اللي جاية لجنة المسابقات بتغرم الأهلي تلاتين ألف جنيه لجنة المسابقات برئاسة الحاج عامر حسين قررت توقيع غرامة مالية تلاتين ألف جنيه على الأهلي لحاج عامر قال لك عشرين ألف بسبب ما بدر من الجمهور من سلوك غير رياضي ضد حكم مباراة الداخلية وعشر تلاف جنيه للأطراض على الحكم في نفس المباراة قررت اللجنة توقيع غرامة مالية على نادي الداخلية قيمتها خمستاشر ألف جنيه منها عشر تلاف جنيه بسبب قصف الكرات داخل الملعب وخمس تلاف جنيه للتسريب أعداد زائدة من الجماهير في المباراة مباراة الأهلي وبرامتز لجنة المسابقات قررت إقامتها بدون جماهير وأعلنت اللجنة عن تعليمات جديدة في النواحي الأمنية قالت إن المباراة حتقام في ملعب الدفاع الجوي الساعة ستة مساء الجمعة أربع يناير هي مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن للدوري تقرر أيضا إقامة مباراة الأهلي مع اسموح المؤجلة من الأسبوع الخمستاشر الساعة خمسة مساء تمانية يناير الأهلي يلعب يوم أربعة ويلعب يوم تمانية على ملعب برج العرب ولجنة المسابقات برئاسة عامر حسين ولجنة الحكام برئاسة عصام عفتاح عقد اجتماع مشترك تنسيقي في الاتحاد تم خلاله الاتفاق على إرسال التعليمات التالية للأندي المشاركة في الدوري انهاء عمليات الإحماء والدخول لغرف خلع الملابس قبل الموعد المحدد لبداية أي مباراة بعشرين دقيقة التواجد أمام غرف خلع الملابس للنزول للملعب قبل المباراة بسبع دقايق لمراسم البداية والتأكيد على أنه فترة الراحة بين الشوتين ما تزيدش عن خمستاشر دقيقة بحيث أنه محدش يتأخر من الفرعتين في النزول للملعب قبل بداية الشوت الثاني وقالت لجنة المسابقات مع لجنة الحكام أنه يتم مضاعفة العقوبات في حال عدم تنفيذ هذه التعليمات ده يمكن ما تم من لجنة المسابقات ولجنة الحكام لكن إقامة مباراة الأهل وبرامز بدون جمهور يخلي الجمهور يسأل وماذا عن تكافؤ الفرص يعني إذا قلنا أنه الزمالك وبرامز والأهل الأندية المنافسة الطبيعية على البطولة هذا الموسم أنت حرمت الأهل من جمهوره وحرمت بيرامز من جمهوره في مباراة الأهل وبرامز من المؤكد ومن الطبيعي أنه لما الزمالك يلعب مع بيرامز المفترض تكون أيضا بدون جمهور غير كده يبدأ إخلال حقيقي وإخلال واضح أو إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنفسة على الصدارة في ظرف ما يمنع أن الجمهور يحضر مباراة الأهل وبرامز ده مش زنب جمهور الأهلي يبقى حفاظا على تكافؤ الفرص وعلى حق كل الأندية أن تلعب مع بعضها بالذات الفرق المتنفسة في ظروف واحدة يبقى الزمالك وبرامز من المنتظر أن يكون بدون جمهور وأي حاجة غير كده يبقى ده ملوش علاقة لا بالقانون ولا بالحفاظ على تكافؤ الفرص بين المتنفسين المهندس عدل القيعي بيغيب عننا النهاردة لكن من المؤكد أنه ما ينفعش نستهل العام الجديد أو نودع 2018 من غير ما نعيد عليه يا باش مهندس أهلا بيك المهندس عدل القيعي طيب تلفون قطع هنعود الاتصال به تاني لكن زي ما قلت لحضراتكم لجنة المسابقات واضح جدا أنه عندها رغبة في إرساء بعض الضوابط وبعض النظام في المسابقة وكويس أنه في اجتماع تنسيق مشترك بين لجنة المسابقات ولجنة الحكام وأتمنى تحاد الكرة أو مجلس الإدارة وهو واخد المسألة بهمة في الفترة اللي فاتت وأنا ملاحظ ده بشكل واضح يبص شوية على ملف الحكام يبص على ملف الحكام وعلى سياسة تعيين الحكام إذا كان المهندس هاني أبو ريدا أو الكابتن أحمد شوبير أو كل أعضاء مجلس الإدارة يرضيهم اللي حيسمعوه النهاردة عن التعيينات الموجهة للحكام حيبقى لنا كلام مؤكد في حلقة النهاردة مهندس عدل القيعة يا بش مهندس أهلا بيك طبعا الناس هتسأل هو التلفون عمال يقطع منه ويبقى هو فين مدام التلفون بيتكرر انقطاعه على طول مؤكد إن حدث الناس هيروح في سكك تانية بعيدة لكنه أيضا هنحاول أو هنعاود الاتصال به للمرة التانية أو التالتة علشان نعيد عليه وعشان تسمعوا منه ما يطمئنكم إن شاء الله على سير العمليات بالنسبة لتدعمات الأهل في المرحلة اللي جاية وأيضا على بداية العام الجديد ووجهة نظره أو مشاعره مع بداية العام الجديد وما يستتظر الأهلي في المرحلة اللي جاية هذه الضوابط اللي اتحاده الكرة تكلم عليها الحقيقة من المفترض أن يلزمها الحفاظ على تكافؤ الفرص بين الفرق المهندس عدل القيعة يا بش مهندس أهلا بيك إذاك برأيم وكل عام وأنت أستاذ المشهدين والأهلوية والمصروية وكل من أحب الخير لهذا البلد بخير يا رب كل سنة وأنت طيبة بش مهندس وأنت بصحة آه طب مني هتدخل بيدك فاضي ولا إيه ما تدعي قول يا رب يا رب بإذن الله طيب أنت شايف المسألة إزاي مع بداية السنة الجديدة لا أنا شايف إن اللي أطع يعني عمل 75% من الخطة اللي هو كان حطيتها وربنا سهل بقى في الباقي بإذن الله آه يعني إذا كان هناك يعني نظر آه يعني مش عارف أسميها إيه عشان ما نش ولا آه يعني أربع لأن الأمور طبعية كل الأمور هتضحها بإذن طبعا الناس منتظر حكاية إنه لما تطلع شمس واحد يناير المفروض تكون كل حاجة خالصت ده مش صحيح لأنه عندك مسافة طويلة خلال الشهر إن أنت تشتغل وإحنا كنا عايزين نخلص قبلها عشان المهمة اللي جاية في الاسموكة الثانية الثانية آه بشواندس ممكن تتحرك شوية في المكان اللي انت فيه وانا مش هسأل انت فيه بس ممكن تتحرك شوية علشان الشبكة تكون أفضل بقول لك بقول يعني إحنا كده أحسن آه كده أحسن بقول لك إحنا يعني إلا حد كبير وفئنا بالالتزامات اللي عندنا لكن لاجمة كافة من الأنبياء اللي بنطلب منها لعيبة هي كمان عندها احتياجاتها وعندها رؤيتها عندها استراتيجيتها فالموضوع ما يخصناش لوحدنا صحيح لكن احنا لم ندخل لا جهد ولا مال ولا يعني أي شيء ولا اتصالات ولا كل شيء ولا ولا حتى أدينا كافة المرونة والتعاون في كل الأطراف عشان يعني نحقق مصالح مشتركة والبيع على ربنا الحمد لله إن احنا اللي وصلناه برضو إلى حد ما آه يعني آه حقق جزء كبير من احتياجاتنا ولكن عاجة طم الناس والله العظيم اللي صدرنا شوية والأهل حسن جمهور وراه والله عندنا داخل النادي الأهل ما يغنينا عن أي حد آه ويعني فمه ما بين السطور أكيد أكيد لكن في نفس الوقت الشغل شغال والجمهور يطمئل جميع شغالين على الاحتياجات الآنية الآنية الثورية آه وربنا سهل ربنا سهل لو الأمور بقولك طبيعية برضو حطي تحت دي كم قط الأمور حتمشي بإذن الله إن شاء الله يا رشماندسي كل سنة وانت طيب ومنتظرينك الحلقة الجاية إن شاء الله إن شاء الله وحلقة موفقة وكل عام وأنتم بخير وعلى جمهور الأهل يعني يتفائل وعلى جمهور الأهل يعني يتلاحم أظن ما أصبح واضح جدا 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 حدم الذي يتعرض له النادي الأهلي من الداخل ومن الخارج ومن كل مكان للضرب في استقرار هذا النادي العريق الذي لن ينال منه أحد طالما وراهه في هذا المهور العظيم في شغلك حاسس أنت بهذه التدخلات الكتيرة مش كده ما بقيتش حاجة مستخبية صحية الناس اللي كانت متغلغلة بتوصال النادي الأهلي شوف النهاردة طالعين بيعملوا إيه بخلي بالك وما زال تمويلهم مستمر عشان تبقى فاهم ومن نفس المنظر وبأعلى مستوى من التمويل الخطة يا جماعة كبيرة قوي 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 للأسف الشديد يعني للأسف الشديد عشان كده لما كنا بنقول وتحذر أنت من الاختراق وتسرخ هنا في استوديو ملك وكتابة الناس كانت بتستهين بالأمر كانت بتستهين بالأمر وده وصل الأمر أنه لبعض منهم كان بيستهين وبيستخب وبيتهكم اللي ظهر لهم على السطح ده قمة جبل الجليل والباقي مدفون تحت الأرض صحيح يعيثوا فسادا ضد النادي الأهلي صحيح ومنه لله كل من طواطق ضد النادي الأهلي من خارج النادي الأهلي وبالأخص من داخل النادي الأهلي اللي حبوا يهدموه من داخله بالإدعاء يعني هي مبادئ النادي الأهلي كانوا عايزين يقوضوا هذا الأمر يكفي أن الأهلي استرد استرد هذه الأرض وهذه الخلفية وهذا التاريخ وبدأ في مسيرة إصلاح بإذن الله ستكلل بالنجاح هذا الموسم الذي يعتبره البعض فشل للنادي الأهلي هو قمة نجاح لأربع سنوات الماضية لم يحقق أفضل منه على أربع سنوات بس على الناس الناس تتفكر هذا الأمر ورغم هذا هذا النجاح لا يجيش في غللنا ولا يكفينا وإنه إحنا عايزين نتباوى مكاننا وسوف نتباوى بإذن الله بفضل تلاحمنا وتماسكنا وقدراتنا ولغم الناس كلها يفعل كلمة الأهلي فوق الجميع مش كل واحد غير برعز يعمل إفهيه يقولوا بصرف الماغر الإفهيه ده بيأزي مين بيأزحى بالثقة من مين بالزبط شيء من الصبر اللي قال لي سوف يعود أقوى من مكان بإذن الله إن شاء الله شكرا باش مهندس وكل سنة وانتطيع وانتطيع ده حبيب شكرا جزيلا للمهندس عدل القيعي اللي بنتمنى له إن شاء الله تعالى ينجز كل المهام هو وكل من يعمل لصالح النادي الأهلي وأنا أعتقد ما أشار إليه المهندس عدل القيعي رجعنا لملف التحذير وقتها من الاختراق ناس كتيرة طلبتنا أن نحن نرد على البعض اللي بيحاول النهاردة يتهكم على الفريق النادي الأهلي ويصف جمهور الأهلي بأسوأ الألفاظ ويتهكم على موقف الفريق وهو عنده هذا العدد من المؤجلات ودول اللي كانوا بيديروا المشهد الإعلامي في قناة الأهلي وقت ما كنا هنا مش برى القناة هنا في القناة بنحذر من ده بس أعتقد مع كل لقطة ومع كل مشهد ومع كل كلمة بتسمعوها بتعرفوا قد إيه كان الموقف خطير جدا لما كنا بنحذر من خطورة هذا الأمر أتمنى أن الأمر يكون واضح جدا وكل من ارتكب خطأ في حق النادي الأهلي وفي حق التكوين الطبيعي للنادي الأهلي يدرك حجم الخطأ اللي ارتكب لأنه اللي بيحصل مش طبيعي ويمكن النهاردة علشان وقت الحلقة دايق شوية قد يسعفنا الوقت أن احنا نستعرض هذا الأمر صوت وصورة لقطة بلقطة الناس دي كانت بتقول إيه ساعتها عن النادي الأهلي وبتقول إيه على الفرق المنافسة والنهاردة بتقول إيه بس أتمنى الحلقة الجاية أن لم يسعفنا الوقت النهاردة تشوف الحلقة الجاية بكل التفاصيل هذا المشهد العبثي الشديد زي النهاردة ولكن في 29 ديسمبر 2016 فاز الأهلي على الزمالك 2-0 سجلهم زي ما انتوا شايفين جونيور أجاييه الهدف الثاني ومؤمن زكريا الهدف الأول وده كان في بطولة الدوري العام 2-0 في 29 ديسمبر 2016 ليفوز الأهلي بهدفين للاشي ده في 2016 يعني من سنتين بالزبط 30 ديسمبر 1984 30 ديسمبر أو لسه هتشوفوا كمان الجون التاني لجونيور أجاييه وكويس قوي أنه الاثنين موجودين جونيور أجاييه بيرجع يستكمل القوة الضربة للنادي الأهلي بعد شفاءه من الإصابة اللي أبعدته طويلا ومؤمن زكريا أيضا في الطريق لإستعادة مستواه الكبير بعد تجديد عقده وبعد استقرار أموره مع الفريق بشكل كامل علشان زي ما قلتلكه بصوا على اللعيبة واحد واحد والمهندس عادلي أشار من شوية وهو بيتكلم أنه الناس لو استعرضت الموقف في كل المراكز مع عودة اللعيبة الكبيرة والتئيلة في الفريق ربما لا تشعر بالمشكلة الحقيقية اللي شعرت بها الفترة اللي فاتت فيه تدعمات أه فيه تدعمات فيه شغل كبير بيتعمل أه فيه شغل كبير جدا بيتعمل بس زي ما المهندس عادلي قال الأهل مش لوحده ما أنت بتخاطب أندية عشان تجيب لعيبة مؤثرة من عندها أو لعيبة مهمة لتدعيم الصفوف اللي عندك اللي انت شايف فنيا محتاجة تدعمات كل ده مرتبط بأندية تانية عندها ارتباطات وعندها التزامات وعندها رغبات وعندها تمسك بلعيبتها وعندها تدخلات أيضا من أطراف منافسة فالمسألة مش بالسهولة اللي الناس بتظنها الناس هي بتتكلم على الصفقات المسألة مش أنت بتروح السوق تجيب اللي انت عايزه آه انت عايز هذا المستوى بس هذا المستوى متاح ولا لا ومدى التزامه مدى ارتباطه بنادية فهي المسائل كلها لها علاقة ببعضها جونيور أجيال اللي انتوا شايفينه بيسجل في مرمى الزمالك هو رجع واستعاد قوته وان شاء الله يدعم صفوف الآلي وايضا مؤمن زكريا اللي تم تجديد عقده وان شاء الله هيعود بسرعة للتشكيل الأساسي لأنه عنصر خبرة مهم جدا في 30 ديسمبر 84 توجي الآلي بكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس للمرة الأولى في تاريخه فاز الآلي على كانون يا ويندي زي ما انتوا شايفين 4-3 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء خسر أمام كانون يا ويندي 01 بعد الفوز ذهابا 1-0 سجل الهدف مجدي عبدالغني ولما تبادل كلهم منهما الفوز 1-0 زي ما حضراتكم شايفين هدف الزهاب كانت ضربات الجزاء هي المرجحة لهذه المباراة ليتوج الآلي بأول كاس لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس اللي كانت بالزبط موازية لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدولي البطولتين في بدايتهم كان لهم نفس عدد المباريات لهم نفس النظام لهم نفس التنسيق وبالتالي حتى وقتها في التصنيف ما كانش فيه فرق في النقاط الاتحاد الأفريقي لما استحدث دور المجموعات ولما بطولة دور الأبطال زادت في قيمتها وفي جوائزها وفي أهميتها وفي تصنيفها زود نقطة زيادة على نقاط تصنيف لدور الأبطال عن بطولة أبطال الكؤوس اللي بعد كده تلغت وتم دمجها في كأس الاتحاد الأفريقي عشان تبقى بطولة واحدة اللي معروفة دلوقتي باسم الكومفدرالية في 30 ديسمبر 2006 الأهلي فاز على الزمالك اتنين واحد في الدوري سجلهم في لافيو أمادو يمكن هنفكر حضراتكو بيها وإذا كان في لافيو كان ليه هذه البصمة الغائرة جداً الحقيقة اللي كتير لما أسعدت جماهير الأهلي بالرأس الزهبية نتمنى أنه مواطنه جيرالدو إن شاء الله اللي دعم صفوف الأهلي كصفقة قوية جداً يكون أيضاً ليه نفس الحظوص من النجاح ومن المكانة عند جماهير الأهلي لأنه اللي عمله في لافيو واللي عمله جيلبرتو أعتقد يخلي كل الناس إن شاء الله تتفائل كتير مع جيرالدو اللي بيدعم صفوف الأهلي في هذا المركاتو الشتوي الأهلي واصل انتصاراته في الفترة اللي فاتت لكن جاء قدام الداخلية مباراة كان فيها كتير من الصعوبات فيها كتير من الدروس فيها كتير من الأسباب اللي أدت إلى التعادل الاثنين اثنين بعد الفاصل هنشوف كواليس مباراة الأهلي والداخلية أهلا بحضرات من جديد وكأن 2018 مش عايزة تسيب حتى ذكرى كويسة في الآخر يعني الأهلي فضل ماشي بشكل كويس قوي الفريق مع بعد الاستغناء عن المدير الفن الفرنسي كارتيرون وتولد كابتن محمد يوسف باستثناء مباراة المقاولين الفريق أدى سلسلة انتصارات جيدة وعروض متحسنة لكن ما ان اقتربت 2018 من نهايتها حتى أرادت 2018 أنه تسيب الوجه الحقيقي لأحداثها في اللقطة الأخيرة منها اللقطة الكروية الأخيرة لـ 2018 مع الأهلي كانت للأهلي مع الداخلية مباراة شهدت من الفرص الضائعة ما يحتاج لمراجعة وما يحتاج لإعادة تفكير لأنه عدد الفرص الضائعة وتألق القائم لدرجة أنه صبح حارس الداخلية يبوسي الآيم من عجابه بالبسالة الشديدة جدا اللي عليها الآيم وهو بيتصدى لمحاولات الأهلي بالإضافة لعدد كتير من الفرص السهلة اللي ضعت بغرابة شديدة جدا واللي بتخلينا نقول أنه لازال الدرس المهم جدا لكل اللعيبة العب على الفرص المتاحة بالنواجز التركيز الشديد جدا في استغلال الفرص خاصة فرص الأوقات المبكرة لأنه انتم متخيلين المباراة زي كده لو الأهلي كان سجل بدري فيها كان شكل الأداهب عامل ازاي الفرص الضيعة دايما وابدا كحالة نفسية من اللعيبة طبعا بيأثر عليها التوتر بيأثر عليها التسرع بيأثر عليها الرغبة في حاسم النتيجة الإحساس العام بكهربة المباراة كل ده بيأثر على درجة التركيز لللاعب فإحنا لو تم التركيز بشكل خاص جدا في استغلال الفرص المتاحة في الأوقات المبكرة من المباريات من المؤكد ده هيفتح أي مباراة من المؤكد أنه هيرفع المعنويات من المؤكد أنه هيزيل أي أسباب للتوتر من المؤكد أنه هيربك تفكير الفريق المنافس لأنه أي فريق منافس بيلعب ضد الآله بيلعب وهو عنده هدف واحد أنه ما يجيش فيه جول ناس كتيرة تقدر تبدأ تخطط للكونتر أتاك تبدأ تحاول تبحث عن مساحات فاضية علشان تعمل هجمات مرتدة ليكون لكن الأساس عندهم إزاي يقدر يتكتل ويمنع الأهل من التسجيل فلو الأهل استطاع أنه يسجل مبكرا هتلاقوا شكل أداء تاني خالص وحتلاقوا الكرة نفسها بقت مطاوعة لعيبة الفرص اللي بتتاح عند الفريق قدرة على إضافة المزيد من الأهداف ده في حال استغلال الفرص فلازالت فكرة التخلص من أخطاء إهدار الفرص السهلة جدا يحتاج إلى مراجعات ومؤكد أنه لسارة المدير الفني وهو بيتابع المباراة شايف هذه الظاهرة اللي من المؤكد أنها تحظى بشغل خاص منه في الفترة اللي جاية تعادل الأهلي غير المستحق مع الداخلية 2-2 حتى لو كان الأهلي هو اللي تعادل لكنه أهي كرة في القايم بغرابة شديدة جدا وحتلاقوا اتكررت وحتلاقوا باستمرار حتى قدام المرمى في التوقيتات اللحظة الصعبة جدا الفرص بالضياء ده كان يختلف جدا لو تم التسجيل مبكرا لو الأهلي اطمأن بدري على النتيجة كنتوا هتلاقيوا شكل أداء خالص لأن كل اللعيبة اللي في الملعب عندها هذه القدرات العالية بس هو التوتر والنتائج وضغط المباريات هو من المؤكد ظروف النتيجة هي اللي بتأثر على الأداء بعد هذه المباراة وهذا التعادل اللي ودعنا بيه 2018 كانت عنوين الصحف في الأخبار الأهلي يسقط في كمين الداخلية تعادل 222 وأهدر فرصة المربع الزهبي والقائم وأزاره يحرمان الأحمر من الفوز والأهرام قالت الأهلي يخطف نقطة من الداخلية في مباراة دراماتيكية أخطاء دفاعية فادحة وهجوم ضعيف والأحمر يواصل للابتعاد عن المنافسة بالدوري أخبار الرياضة قالت الأهلي المرتبك يستسلم للداخلية لا هو مستسلمش لغاية آخر لحظة بدليل أن نسجل في السواني الأخيرة من الوقت البديل لسارتي يبدأ الترميم بالصفقات والترحيلات المساء قالت الأهلي يفلت من حملة الداخلية صاحب اللقب خطف التعادل 22 في الديار 95 بعد مباراة مثيرة والأخبار المسائية لا ليفلت من كلبش الداخلية هنا اللفظ الداخلية حاكم كل العنوين الأحمر يتعادل بطلوع الروح والفريق يعود للعروض الباهتة العروض الباهتة هي بسبب كوالي ضياع الفرص وبعض الأخطاء الدفاعية ماذا قال بقى المحللين يمكن فكرة التحليلات الفنية عن هذه المباراة مهمة جدا عشان نشوف الناس شافت هذا التعادل بعد سلسلة الانتصارات إيه أسبابه وإيه ظروفه نشوف الدكتور طه اسماعيل طيب كابتن الأهل القديم الكبير الدكتور طه اسماعيل شايف أنه استراتيجية الأداء في الشوت الأول ما كانتش في الشكل اللي يقدر الأهلي يتمكن منه أنه يسيطر ويسجل فهل نجمي الأهلي الأخير المعتزل حديثا الكابتن عماد متعب رأيه وإيه في التغييرات اللي تمت هل عالجة اللي قال عليها الدكتور طه أم لا إذن خطورة علي معلول وأهمية عودته واضح جدا أنه كابتن عماد متعب يعني قال أنا كان نفسي أكون موجود وعلي موجود يعني كان نفسي ألعب أطول فترة وعلي معلول موجود معايا لأنه قدي إيه لعيب فكره عالي قدي إيه الأوفر بتاعه متقن جدا قدي إيه حتى قال لك لو اللعب محتاج الكرة على الأرض هيدهاله على الأرض يعني مش بس مجرد هو جناح بيعمل الأوفر وخلاص لا هو عنده من الدقة ومن الفكر ومن الرؤية اللي بيخله كراته العرضية فيها كل هذه الخطورة مؤكد هنشوف كل الأراء حوالين علي معلول لكن خلينا نشوف الكابتن أيمن يونس في أونسبورت شايف موقف الداخلية أو تعادل الداخلية أو أداء الداخلية أمام الأهل إزاي طيب كلام الكابتن أيمن يونس عن كابتن علي عبد العال يخلينا نحية علي عبد العال علي عبد العال يمكن ناس كتيرا ما تعرفش أنه هو واحد من أبناء النادي الأهلي وكان في قطاع الناشين في النادي الأهلي كلاعب لسنوات طويلة قبل ما يتفرغ لدراسه في كلية الشرطة لكنه حتى وهو منتمي جدا وبيحب وبيقدر النادي الأهلي تابعوا أداءه ضد الأهلي تحترموه جدا وتسقفوله على حرصه على اللعب النظيف وحرصه على احترام فرقته وحرصه على تحقيق أفضل النتائج دايما قدام النادي الأهلي باستمرار عنده هذا الإخلاص لفرقته نفس الأمر اللي كان مع الكابتن عبادة النحاس والكابتن مختار مختار ولكل الولاد الأهلي اللي منتشرين في يمكن السنة دي الموسم ده بالذات نص أندية الدورة تقريبا من أبناء النادي الأهلي المدربين وكل منهم الحقيقة النادي الأهلي كإدارة وكجمهور وكمسؤولين بيسعدهم دايما وأبدا أنه كل ولاد النادي يكون عندهم هذا الحرص على اللعب النظيف على عبد العال في مباراة الداخلية مع الزمالك لما اتعرض لمنوشات وسباب كتير من الجماهير اللي كانت ورد دكة بتاعت الداخلية شاورلون بالفنيلة الحمرة اللي هي كان الداخلية بيلعب بيها فالناس فسرتها أنه بيغيثهم بالأهلي وهو ما نفاش حبه للأهلي أو انتماءه للأهلي لكنه وهو بيلعب ضد الأهلي شوفوا قد إيه كان حريص على أنه يكسب الأهلي ويقدم قدامه هذه المباراة المحترمة جدا لهذا الفريق فدائما وأبدا خلينا نحيي كل إصرار على اللعب النظيف هو دا الأهلي وهو دا تربيته لولاده حتى وانت بتلعب ضده آه تتمسك بكل حقوقك صحيح أنه في بعض الحالات الناس بتقسها ببعض الأطراف الأخرى لأندية أخرى والناس كانت بتتكلم قبل كده شفت مدرب لفريف الدوري قال الزمالك لو خسر لا قدر الله المباراة الجاية وكان هو المدرب بتاع الفريق دا وهو بيقول لا قدر الله فلا خلينا دايما وأبدا وقفين صح ندافع عن قيم اللعب النظيف وندفع عن حق كل مدرب بيلعب في فرقة أو كل لعب بمس الفرقة يكون حريص دايما وأبدا أنه يقدم لها أفضل حاجة ضد النادي الأهلي المسألة احترافية المسألة تتعلق بالإخلاص وبالأخلاق فبالتالي الأهلي لا ينتظر من ولاده إلا المزيد من الإخلاص والانتماء كلهم في عمله الكابتن عماد متعب يمكن اتكلم باهتمام عن علي معلول وعن تأثيره على فرقة الأهلي في الفترة اللي جاية إن شاء الله بل قال إن أنا أتمنى إن الأهلي يحتفظ بعالي معلول لأطول فترة ممكنة في قيمته نشوف رأي الشيخ طاها والكابتن أيمن يونس في عودة علي معلول طيب شفنا هذا الجدال الفني حوالين تأثير عودة علي معلول لكن هل هذا التعادل يعني شيء في سبق الأهلي في المنافسة واحد من المستخفين قال لك الأهلي في المنطقة الدافعة الأهلي اللي هو كان عايش على أكل عيشه واللي هو كان بيستفيد منه وبيدير مشهده الإعلامي وقناته أصبح دلوقت الأهلي مجال التهكم لكن اللي ما عرفوش لا داء ولا غيره إنه الأهلي يا مكان بعيد قوي وجمم بعيد جدا وإزاي قدر يكتز كل الصعوبات ويكون في المكان الصح المكان الصح والدائم والطبيعي والتقليدي واللائق بالنادي الأهلي مش التاني اللائق بالنادي الأهلي دايما وأبدا المنافسة على اللقب الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بعد هذا التعادل نشوف كيف يرى سيد عبد الحفيز مهمة الأهلي في الدور السنة كابتن سيد عبد الحفيز سأل سؤال السنة خلصت ومحدش جاوب عليه تحاد الكرة بيجتمع ولجنة الحكام بتعين ومحدش جاوب على سؤال الكابتن سيد عبد الحفيز رغم إنه اللي اشتاكى منه سيد عبد الحفيز أو اللي أشار إليه مازال مستمر وهتشوفه في مراجعة دقيقة شاملة دلوقت لكنه فعلا السنة بتخلص والسؤال الحائر مازال حائر بدون إجابة تسمع منهم أي حاجة تانية خالص غير الإجابة على اللي قاله السيد عبد الحفيز من سؤال كان هو سؤال السنة كان هو سؤال 2018 اللي داخل بنا في 2019 وبا ما زال بدون إجابة هنرجع له هنحاول نشوف كان حق السيد عبد الحفيز وهو بيتساهل هذا السؤال ولا لا لكن تعادل الأهلي في وجود مارتن لسارتي المدير الفني في المدرج كابتن علاء ميهوب نشوفه في النيل للرياضة شاف انطباعات لسارتي إيه على هذا التعادل كان ممكن النتيجة تطلع اثنين واحد لداخلية وكان ممكن تطلع اربعة واحد للأهلي واربعة اثنين للأهلي وخمسة اثنين للأهلي لو هو المنطق بعدد الفرص الحقيقية اللي ضاعت لكنه خلاص المباراة انتهت اثنين اثنين لعيبة الأهلي في الشوت التاني يحسب لها ان هي احتفظت بإرادة الفوز والبحث الدائم لغاية السوان الأخيرة في مجمل المباراة فيه أخطاء طبعا فيه أخطاء في مجمل الأداء الأداء أقل من المباراة السابقة مؤكد انه أقل من المباراة السابقة بس احنا بنشوف محللين كتير ودي أنا أتمنى الجمهور حتى يقف عندها شوية محللين كتير لفرق منافسة الرغبة دايما وابدا في الدفع فيهم للأمام والرغبة في التهويل والتهليل وكل حاجة لمجرد ان الفريق كسب مع بخصة حق كل المنافسين ايا كان هم مين لكنه باستمرار فيه رغبة للطنطنة فيه رغبة لمجاملة الناس فيه رغبة لحالة نفاق عام وخلينا أقول حالة نفاق عام فعلا موجودة أتمنى أنه الناس تبقى واخد بالها أنه الجمهور بقى عنده حالة من الوعي وقدرة على المقارنة وقدرة على الفرز اللي تخلي كل محلل دايما وابدا باصص على أنه الكلام اللي بيتقال فنيا بيتم مراجعته بشكل واضح جدا ودقيق هل الأهل عنده هذا النقص العددي المؤثر؟ هل المخزون الاستراتيجي للأهل كافي أنه يقدر يمد الفريق باحتياجاته الحقيقية في الفترة اللي جاية؟ ده كان سؤال مهم جدا للكابتن عادل عبد الرحمن بوصفه المدير الفني لفريق الإمداد المباشر كل الناس اللي بتتفرج على فريق شباب الأهلي القناة بتنقل مبارياته واللي متصدر مسابقته بفريق كبير جدا عن أقرب منافسي وهو المقصة كل الناس بتتساءل الناس دي ممكن تاخد فرصة ولا لا مع الفريق الأول عندنا مدافعين أشداء جدا عندنا أكتر من لعب في الهوف ديفيندرز مبشر جدا ووعد سواء عربي بدر أو غيره عندنا مهاجمين عندنا أطراف في الفريق اللي بيمثل للمخزون الاستراتيجي للإمداد المباشر للفريق الأول نشوف مدى رضا كابتن عادل عبد الرحمن عن ولاده إيه كابتن عادل حط إيده على بعض النقاط المهمة جدا للعيبة اللي عنده دي اللي أنا أتمنى إنه الجمهور يتفهم ده ويستوعب ده ويحتضن هذه العناصر الموهوبة جدا لأنه هم دول المستقبل لقريب للنادي الأهلي إذا كان الأهلي عنده العدد الأكبر من اللعيبة الوعدين جدا الموهوبين بجد الأساسيين في المنتخب الأولمبي يبقى دول المفروض هم المخزون المباشر للفريق الأول آه أنا بدعم بعناصر عالية الكفاءة بعناصر جاهزة بعناصر عندها خبرات في مراكز ربما لا يتوفر ليا دلوقتي البديل الصاعد الجاهز لكن من المؤكد إنه المرحلة اللي جاية بالفكر الكتير والشامل اللي الكابتر محمود الخطيب رئيس النادي كمشرف على الكرة أو متولي من قبل مجلس الإدارة ملف كرة القدم تبقى المسألة فيها استراتيجية أو تخطيط استراتيجي شامل بحيث إنه يستعيد الآهل قوته الإنتاجية يستعيد الآهل مكانته كمفرقة حقيقية للعناصر الموهوبة الآهل صحيح إنه على مستوى الفريق الأول دلوقتي أكتر نادي في الثمنتاشر نادي اللي في الدوري فيه لعبة من ولاده وأنا أعيل اللي أنا بقوله جيدا أكتر نادي عنده عناصر من إنتاجه فريق النادي الأهلي في المسابقة لكن حتى ده ممكن يزيد نسبته بشكل كبير جدا خاصة في الظل المقارنة اللي الكابتن عادل عبر رحمن قال عليه إنه اللاعب اللي طالع من الأهلي أو اللي اتدرب عدد سنوات كافية في الأهلي النظام بتاع النادي مش جديد عليه فليفترض إنه أو من المفترض إنه الناحية الإدارية والانضباطية عنده موجودة عارف نظام النادي عارف طريقة الشغل في النادي عارف حقوقه واجباته إيه عنده هذا الغرس الجيد جدا لفكرة إرادة النصر وروح الفنلة الحمرة بنشوف الولاد الصغيرين لما الأهلي بيتعادل في أي مباراة منه الناس بتبكي فهو أكيمة متشرب ومستوعب كويس قوي فكرة إرادة النصر وفكرة إنه الحق الطبيعي للأهلي أو مكانته الطبيعية إنه يكسب فبالتالي أنت مجهز هذا اللاعب من الناحية النفسية بشكل كويس من الناحية المعنوية بشكل كويس من الناحية البدنية اللي عدل عبر رحمن أشار إليها حتى في البناء العضلي حتى في جرعات التدريب حتى في كل الأحمال اللي بيأخدها وهو ناشئ بيعتاد على اللعب للمباريات كبيرة تحت ضغط كتير عارف كويس قوي جهزيته البدنية عاملة إزاي فإذا كان الأهلي عنده هذا العدد المتميز من هذه العناصر زي ما قال الكابتن عادل عبر رحمن والكابتن زكريا ناصف المهم أنه يبدأوا ياخدوا فرص فأتمنى أنه المرحلة الجاية الناس تشوف هذه الورود وهي بتتفتح مع لسارتي إن شاء الله علشان الناس تطمئن أكتر على مستقبل الأهلي بإذن الله هذه المباراة حفلت ببعض النواحل تحكمية يمكن كانت الغريب جدا فيها حكم المباراة أمين عمر مباراة الأهلي والداخلية إحجامه الكتير قوي عن استخدام حتى الكرت الأصفر رغم تعدد أخطاء فادحة جدا في الفولات لاعب في الداخلية يرتكب تسع أخطاء من الالتحامات العنيفة جدا وما ياخدش ولا إنذار ولا إنذار فمسألة يمكن لو عدتوهم هتلاوها مسألة غريبة جدا يعني إمتى ممكن تحمل لعيب إمتى ممكن تطبق قانون اللعب إمتى ممكن تحسس اللعب إنك أوكي معاك كرت وإنك إنت تقدر تستخدم القانون باستمرار هتلاقوا أخطاء بأقول لكم وصلت لتسع فولات من لعب واحد والناس بقت مستغربة طب ليه يعني هل في حصانة المعين أهو يعني أنت هل هل الحكم متحسب وخايف يطرد هل خايف يدي كرت فيبقى إلزام يعني ده ما ياخدش إنذار طب قولوا لي يعني إمتى ممكن ياخد إنذار لما ما ياخدش في التحام عنيف بهذا الشكل وبعد كده نتكلم على الإصابات للعيبة الأهلي والعنف اللي موجود أهو فولاتي تكررت من نفس اللاعد بنفس أهو والمشكلة دايماً وأبداً قدام عينين الحاكم وبيقولوله الله أنت أنت ما معايش كرت أو ليه لا ملكوش جعوة طب ده إمتى ممكن حتى ما بيحذرهوش أنا متأكد إن الحاكم اللي مسيطر عليه مش عايز يطرد أهو ده في عرفة أي قانون إنه ده ما ياخدش قادة كابتن محمد يوسف والكابتن سيد عم خميز بيقولوله إزاي يعني إمتى ممكن تحمي لعيب من لعب عنيف عنده هذا الأداء من العنف ده القانون أهو طب بيستمرار الضرب على كل الأشكال اتفضلوا ودايماً وأبداً قدامه دايماً وأبداً تحت حراسة الحاكم أهو يعني استحى في الآخر وبيقول له لا ما تكررهاش ما تحرجنيش أكتر ويجي تبوست لاي في مباريات الزمالك من أول المباراة تحذيم الفريق المنافس طاق 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 كان انظار عشان كله يتحزم عشان كله يقل لبادر فاللعيبة تبدأ المنافسين تخاف فأني عرف ده حكم هي الفكرة بس أهو الفكرة دايماً وأبداً أنت كحكم أن أنت ظلامت الفريق ما حسبتش جون أو ما حسبتش أفصايد أو 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 أنما أنت ما توفرش الحماية لفريق وتسيب لعيب طايح بكل هذا العنف وما بتدلوش كرت عشان أنت ما عندكش الشجاعة الكافية اللي كتخليك لو وديته كرت هتحتاج تطرده بعد كده فأنت خايف تطرد أنت كل هدف الحكم مسيطر عليه عايز يأجل الكرت الأحمر بأي شكل فالأصفر هيقوده حتماً للأحمر لو طلع آخر كرت أصفر لازم أنه يطلع أحمر يبدأ بسلامته يتشجع إمتى آخر خمس ست دقائق بحيث أنه خلاص الدنيا في الأمان فيبدأ يدنظار عشان عارف مش هيتطر للطرد لكن المفترض أنه القانون اللي هو بيشتغل به والسادة للخبراء التحكيم اللي بيقيموه يكونوا عارفين كويس قوي أنه الخطأ خطأ ترتكبه في أول دقيقة زي ما ترتكبه في آخر دقيقة لأنه القانون قانون لكن القانون بهذا الشكل لا لا خالص والمسألة في الضغط على الأهلي أكبر بكتير وأوسع من مجرد أن أنت تحسب هدف أو ما تحسبش بنالتي أو تحسب تسلل أو تصفر على خطأ مؤثر لا هو فيه تأثير أكتر من أن أنت تقدر تطرد لاعب أو يجب أن أنت تنظر لاعب بيرتكب كل هذا العنف ضد فريق هل ده مش مؤثر لو أنت حرمت فريق من قوته من لاعب عنيف بهذا الشكل في وقت مبكر باستمراره وده في الآخر بقى يعني أنا زي ما بقول لكم لما يتأكد أنه الليلة عدت ديها 32 في الشوت الثاني يعني خلاص بدأت الليلة تتلم هل يعقل بعد كل الأخطاء دي يعني إذا كان الهدف أصلا من الوظيفة الأساسية الحاكم المباراة قبل فرض القانون حماية اللاعبين وأنا هنا بقول حماية اللاعبين لو الآله عنده لعيب عنده هذا الأداء العنيف مع المنافس يا أخي طبع عليه القانون إحنا ما بنقول لك شي صفر يمين ولا صفر شمال طبق القانون في حماية اللاعبين لأنه اللي بتتعرض له اللاعبة من إصابات مؤسرة هي اللي بتخلي دايما وأبدا حتى التعديلات اللي بتطرع على قانون اللعبة بتتجه نحو تجديد العقوبة على اللاعب المرتكب للفاولات الخطرة بتضطر تطرده بيدي لك حتى الحق في استخدام العقاب الإداري حتى في التهور حتى في التهور والإهمال كلها أخطاء بتستوجب العقاب لكن أنت قدام عينيك وأنت شايف في حد طايح بهذا العنف بهذا الشكل وسيادتك مش عايز تطلع كارتة علشان ما تضطرش لحكم بعد كده تطرده أعتقد مسألة تحتها خطوط كتيرة لمحمد أمين عمر في هذه المباراة نشوف الكابتن أحمد الشناوي في أونس بورت وهو يتحدث عن محمد أمين عمر في إدارته لهذه المباراة هنا عايز أقول حاجة ملحوظة أو ملاحظة على أداء الكابتن أحمد شبير كواحد من أهم مقدم استوديوهات التحليل بعد انتخابه في اتحاد الكرة كنابل رئيس الاتحاد من الطبيعي جدا أنه يكون بيسعى إلى إضافة شيء من الانضباط والالتزام على منظومة اتحاد الكرة ومن الطبيعي جدا أنه يدافع عن الحكام ومن الطبيعي جدا أنه يدعم قرارات لجنة المسابقات بس كمان في الإيجابي بقى في الإيجابي يعني الكابتن أحمد الشناوي بيسجل ملاحظة واضحة جدا على أداء الحكم فيما يتعلق بعدم حماية اللاعبين كنت أتمنى وكنت توقع من الكابتن أحمد شوبيد بحرصه على دعم صديقه وزميله الكابتن عصام عفتاح ومنظومة الحكام أنه يقف كمان ويفتكر السؤال اللي قاله الكابتن سيد عبد الحفيز لبرنامجه يعني هو الكابتن أحمد شوبيد أول من سمع واستمع إلى ملاحظة الكابتن سيد عبد الحفيز على سياسة اختيار الحكام فلما يكون هو على التربزة ناب رئيس للاتحاد في مجلس بيرأسه المهندس هنا يا بريدة وفيه كل للسادة الأفاضل محدش يهتم أبدا لغاية دلوقتي يسأل الكابتن عصام عفتاح هو إجابة السؤال سيد عبد الحفيز هو أنت ليه ما عندكش إجابة هو ليه مفروض محمد معروف هو إيه علاقة محمد معروف بإدارة مباريات الزمالك هو ليه هذا الاختيار الموجه دايما ده اللي أنا بنتظره من السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لو كانوا جدين فيه أن المسائل فعلا تنضبط في المسابقة في الفترة اللي جاية لكن نعمل ودن من طين ودن من عجين على سؤال طرحه سيد عبد الحفيز والغاية دلوقتي هو سؤال 2018 وممتد 2019 ربما حد يجيب عليه في السنة الجديدة نفكركم بيه لأنه كاشف على حقيقة ما حدث في التحكيم في 2018 إلا هنراجعه لقطة بلقطة نفتكر سيد عبد الحفيز وسؤال 2018 سؤال الكابتن سيد لسه ملوش إجابة وهو يعني لجنة الحكام أو الكابتن عصام عفتاح عدوا مباراة المصري هو قال سيد عبد الحفيز قال المباراة الجاية الزمالك عنده المصري يا صباح يا معروف اللي هيحكمها لا هم حبوا برضو زر للرماد في العيون حكمه أحمد الغندور بس بسرعة رح جايب معروف لمباراة الزمالك الأخيرة المعلومة اللي عندي وأنا مش متأكد منها وبطرحها كسؤال هل حدث بالفعل لأنه محمد معروف أخذ رسالة الدكتوراه في التربية الرياضية قبل المباراة بيومين هل حدث بالفعل أنه في بعد منقشة معروف لرسالة الدكتوراه لما اشتاكل المسؤول الرياضي بعد التهنئة بالحصول على الدكتوراه عايز حاجة قال له أنا ببعديني عن مباراة القمة وما بيحبونش أحكم مباريات للزمالك والأهلي هل بالفعل تم التدخل لإنصاف معروف عشان ييجي لمباراة الزمالك مباشرة هل ما تسرب تحت هذا السطح صحيح ولا لا أنا قلتلكم معلومة أنا لا أملك عليها دليل أو منيش كمان متأكد من صحتها بس كمان المصارعة باختيار معروف لمباراة الزمالك طرحت هذا السؤال لماذا هذا الحرص لماذا هذا الاختيار الدائم لماذا هذا التفضيل خاصة بعد كل اللي انتم سمعتوه عن السادة مسؤولي اتحاد الكرة قبل كده في تزبيط اختيار الحكام ودي المشكلة الحقيقية التحكيم المصري مشكلته في سياسة التعينات أودي لك مين عشان يعمل لك ايه وكل واحد معروف بشخصيته وبأداءه وبخلفياته وبزهنيته اللي رايح بيها هقولكو انه مش هنتكلم احنا على تقييم اداء محمد معروف في مباراة الزمالك نشوف خبير التحكيم الدولي الكابتن احمد الشرنوي وهو يستعرض اداء محمد معروف في هذه المباراة طيب ضربة الجزاء الكوميدية دي اللي قال عليها الكابتن الشرنوي مش جديدة مش جديدة لانه حتى في اللقطات اللي قبل كده في الوقاعة الخاصة بالالتحامات العنيفة والخشونة لا ما فيش كارت طرق حمد تقريبا باستمرار في مباراة الزمالك عنده حصانة سقفوا اي حكم لو امتلك شجاعة وده طرق حمد نزار سقفوله لانه هيبع عنده قدر عالي من الشجاعة لانه ما بيحصلش وتابعوا المباراة وشوفوا الفكرة كلها اداء الحكم مش بس في احتساب ضربة جزاء ولا افصايد الاخطاء الكبيرة اللي الناس بتوقف عندها لا الالتحامات والعنف والفاولات والتغاضي عن الكروت هو ده اللي بيكتف فريق ان انت تدي كام لعب انزار فتكتفهم لهم بدري قوي او ان انت تسيبه يضرب براحته زي ما حصل في مباراة الآلي وكأنه ما فيش انزارات مع الحكم ده اللي بيفرق مش بس مجرد ضربة جزاء ولا هدف بس حتى ضربة الجزاء على اهميتها الحكم محمد ضربات الجزاء للزمالك محمد معروف ضربات الجزاء للزمالك حكم للزمالك خمستاشر مباراة في تاريخه تخيالوا حكم يحكم خمستاشر مباراة لفرقه يحتسب فيهم ست ضربات جزاء قدام الفرق التانية اخرة طبعا الهدية الغريبة جدا اللي كابتش انهو اتكلم عليها المصطفى فاتح الزمالك فاز معه محمد معروف في الخمستاشر مباراة في 11 مباراة وتعادل 3 خسر مرة واحدة كانت قدام انبي في موسم 16-17 واحدة هذا الحكم محمد معروف علشان تشوفوا استراتيجية الانذارات ال 15 مباراة اللي حكمها للزمالك انظر المنافسين 27 مرة في مقابل 15 مرة فقط انذارات للزمالك فكرة الانذارات زي ما بتكتف فرقة زي ما بتسهل للفرقة التانية وبعد كده نتكلم على العدالة واللي حصل فيها ولعل موسم الزمالك اخر موسم اخد فيه الدوري شفته حجم المجاملات غير الطبيعية اللي خلت الناس تشعر ان هذا الموسم في كتير من روايح موسم 15-16 لكن محمد معروف بابنالتي للزمالك محمد معروف بابنالتي للزمالك جمهور السوشيال ميديا رصد له ضربات الجزاء العجيبة الغريبة الصديق او الزميل احمد قيشو الحقيقة جمع لي محمد معروف هدايا ضربات الجزاء الاوانطة هتشوفوا حاجات غريبة وعجيبة نفكركم بيها ده احنا طيبين اوي احنا طيبين اوي بجد احنا عملين نراجع للكابت المحمد معروف انه مداش كارت وما حسبش بنالتي وانه دايما وابدا بيحسب بلنات للزمالك والرجل بيقوله ده جون رسمي نظمي فاهمي صحيح للداخلية في الزمالك وبقولك وحكم البراءة محمد معروف لا يحتسبش كورة جون جون وما انت تحسبش عشان كده الكلام السؤال بتاع 2018 بتاع كابتن سيد عب حفيز محدش جاوب عليه لماذا هذا الاختيار الموجه لماذا هذا الحرص الدائم بس كمان مصطفى فتحي واضح انه برشقته بخفة وزنه بزكاؤه بقى فعلا صنايعي في تلبيس الحكام ضربات الجزاء نشوفها المسألة بتفكرنا في حط الصنايع البنالتي يعني انه يبقى في حد عنده هذه القدرة على مخدعة الحكام وبسلامتهم بيشربوها برضو بنفس راضية جدا وبرغبة او منتظرينها رغم انه في معظم الحالات اللي انتو شفتوها ما حصلش تلامس ما عرفش ايه فكرة احتساب ضربات الجزاء بنية في 2018 شفنا احداث كتيرة جدا ضربات الجزاء بنواية كان بيفكر يلمسوا فخلاص انما البلنات بالنيات المسألة بتفكرنا في مصطفى فتحي وبرعته في نيل ضربات الجزاء من السادة الحكام الافاضل بالكابتن فاروق عفر الاستاذ نفكركم موسيقى كم ضربات الجزاء في حياتك بالطلاد يا كابتن فاروق كل ضربات الجزاء كل ضربات الجزاء من سنة 80 لغاية سنة 485 كل ضربات الجزاء ما فالش ولا واحدة شوش ولا واحدة جميلة يا كابتن فاروق ولا واحدة سليمة ولا واحدة ضرب الجزاء خمس سنين بتشيل البودافيين البطولة الافريكية يا كابتن البطولة الافريكية كان وليد صلاح الدين كنت عاد اقول له كده البطولة الافريكية سنة 84 احنا ثلاث ضربات جزاء معصريين في حياتك في تاريخ ناد الزمالك لعبنا جيت الجزاري كنت جاي من تنزانيا كندريعي مكسوره كنت من جبس ملعتش مبارات جيت هناك مغلوبين ثلاثة واحدة الكورة مش مش مشة يا كابتن معصريج والملعب فيه حوالي 120 ألف عزين يجيب يقول ما تقول لو لا حيبت على الموضوع فالكابتن اللطيف كان بزيع المصر ان انا ما راحت بالليل اتفرج على ضربة الجزاء انك ده العالم كله شاهف كورة وشاهف فروق الحرب وفي الضرب هذا هو هو بيعدد من موقفك رحمة طبعا علي فانا روحت رايح خابت نفسي فيه وهو بيحمي الكورة عصر حرس المرنى مالوش حل تالي خالص هو عمل للعاقبة لكنه في الحقيقة ملمسين يا ابتوع الحلال والحرام يقولوا بتتكلموا على الحلال والحرام وضربات الجزاء كابتن فاروق نجم وكابتن نادي الزمالك بعضمة لسانه قال له خمس سنين مفيش بنالت خطه صحيح مفيش بنالت خطه صحيح لدرجة جاب بطولات في افريقيا وشفت المباراة العجيبة الغريبة وهو بيدحك حتى على كابتن محمد لطيف وهو واحد من قيادات نادي الزمالك الكبار عليه رحمة الله حتى هو بيعلى بصوا بصوا فاروق جعفر بس اوه ازاي بصوا بصوا والجول طالع مسكوا الكرة والكابتن فاروق ام نايم تحت منه بس كمان الكابتن لطيف برضو عايز يقنع الناس ان هي ايه شوفوا ضربوا فاروق جعفر ازاي والحكم بيحصل مش مشكلة بس الناس تبقى واخدة بالها التحكيم عامل ازاي والحلال والحرام فين لانه اذا كانت هذه اخطاء للتحكيم خلاص انت بتعتمدها في اتجاه وبتسيبها في الاتجاه التاني لكن اخطاء الحكام السنادي في 2018 وده اللي احنا متوقفين عنده النهاردة بالمراجعة مسألة غريبة جدا الزمالك متصدر الدوري حتى الان خلال 17 مباراة له السنادي في الدوري والكاس استفاد من 10 نقاط كاملة عن الاهلي 10 نقط للزمالك السنادي كان فيهم تأثير مباشر لقرارات الحكام ومش هنتدخل بالرأي هنمسكها واحدة واحدة مع السادة خبراء التحكيم ومش هنتكلم كابتن ياسر عبد الرؤوف في قناة الحدث اليوم راصل تجاوزات محمد عادل في مباراة الزمالك والمقصة السنادي من العشرة الحلوين بتوع الحلال والحرام ضربة جزاء لإمبي غير محتسبة قدام الزمالك والحكم الأستاذ الدكتور محمد معروف موسيقى ودي ركلة جزاء لم تحتسب وفي نفس المباراة الزمالك وإمبي تحت قيادة محمد معروف هدف للزمالك من تسلل صحيح بس المرة دي معروف لازم أن يحسبوا والشناوي يعلق إذن ضربة جزاء لإمبي ما تتحسبش وهدف للزمالك وفي صيد يتحسب للزمالك وإمبي تحت قيادة محمد معروف لكن يجي لي أمين عمر أمين عمر الزمالك والمقاولين ضربة جزاء لزئاب الجبل بس مش ممكن يحسبها أمين عمر لكن الشناوي شاور عليها حاجة تدحك مش كده بشكل واضح جدا وقدام الناس وقدام الحكم وحكم خامس وراء الخط ولا لا يمكن لا يمكن لأن دول العشرة المحسوبين السنة دي 2018 عشر برامات أو عشر نقاط هدية للزمالك من التحكيم ما بنقولهاش الدعاء وما بنحسبش عليها وفقا لتقديراتنا بنجيب خبراء التحكيم في كل واقعة اللي حصل فيها إيه عشان نحاول نخش على 2019 بغسيل ضمير شوية بنحاول نخش بغسيل ضمير شوية ونقول للحكام قد الأخطاء مش من وجهة نظرنا قد الكادهات اللي حصلة في العشرة الكاملة من خبراء التحكيم مش من رأينا أبدا الزمالك ووادي دجلة ضربة جزاء لدجلة لم تحتسب من الحكام المرادي محمود عشور كانت النتيجة وقتها أربعة اتنين للزمالك في ظل طرد محمد عبد الغاني مدافع الزمالك وقتها نشوف الكابتن موسيقى موسيقى نيجي للزمالك وحرص الحدود موسيقى الزمالك خسران واحد صفر الحكم طارق سامي وفي آخر دقيقة بينقذ الزمالك بس ياسر عبد الرؤوف زبطه موسيقى 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 وطارق سامي ما صدق لها الرجل عموما ده علشان تكمل العشرة الكاملة في 2018 هدف غير صحيح للزمالك في مباراة الداخلية الداخلية الحكم بقى الملاكي القديم بتاع الموسم اللي فات وبتاع الفترات السابقة الحكم المفضل للزمالك محمد الحنفي لما أدار مباراة الزمالك والداخلية هدف غير صحيح للزمالك في هذه المباراة والنتيجة وقتها واحد واحد نشوف الكابتن أحمد الشناو موسيقى طيب ما تدخلناش واسمعنا أراء كل السادة خبراء التحكيم على كل وقعة وشوفنا الرأي القاطع من كل منهم في العشر نقاط الكاملة اللي الزمالك استفاد منهم في هذا الموسم بفعل قرارات تحكيمية ما تدخلناش فيها واسمعنا أراء التحكيم طيب الأهلي الأهلي فيه أخطاء كانت لصالح الأهلي بس الأغلبية والأكثرية في مباريات الأهلي مش كلامنا كلام خبراء التحكيم الأهلي بعد 12 مباراة له السنادي حرموا الحكام من أربع نقاط على الأهلي هدف صحيح للأهلي في مرمى الإسماعيلي ما تحسبش ضربة جزاء واضحة جداً لواليد أزارو هي ضربة جزاء السنادي يعني ضربة الجزاء الأوضح الحادث الأفدح والأفضح للتحكيم المصري في 2018 كورة أزارو في الإنتاج الحربي لإبراهيم نوردين ولا يمكن لأبداً حد ينساها لأنه تقريباً دين وحدها تدخل السجن اللي حصل في هذه المباراة تعالوا نشوف أراء الخبراء التحكيم ضربة الجزاء لكهربا لأنه ضربة الجزاء اللي حصلت لكهربا هنقس عليه هل إبراهيم نوردين لما يحسب هذه اللعبة ضربة جزاء لصالح كهربا في مباراة الزمالك والاتحاد يملك نفس الرؤية ونفس العين ونفس القرار لما يوازيها ولا لا نشوفه طيب تمشي مع إبراهيم نوردين ولا لا طيب ما نمشي إحنا مع إبراهيم نوردين إذا كان عنده هذه اليقظة في ضربة جزاء قبل كده لما الناس اتكلمت أول مرة نشوف حد يتزاق فيقع لقدام غريبة بيتزاق فيقع لقدام بس ماشي إبراهيم نوردين اعتبر أنه اللعب لما يتزاق يقع لقدام يبقى فيها مش يقع لورا وهي بره ولا جوه برضو يمكن أن هي تتدخل أو تلوم حد بس لما وليد أزاره في مباراة الإنتاج الحربي يحصل له اللي حصل له والحاكم يحط الصفارة في بقه وهيصفر وهو نفس الحاكم عشان كده بنتكلم على توحيد المعايير نشوف الأول كرة وليد أزاره في مباراة الإنتاج الحربي هي الحقيقة ما كانش ضربة جزاء واضحة هي كانت ضربة جزاء فاضحة كاشفة كاشفة بجد كاشفة وكاسفة كمان لأنه لو تفتكروا الرجل الحاكم الخامس قاعد ما أرفصه الكرة قدام منه يكاد يكون لعب يعني على رأي المهندس عادلي قالك وعشان كده يا شوارب كويس قوي أن أنت قسمت الشاشة اللي أنتوا شايفينه ده خلاصة 2018 خلاصة 2018 في التحكيم نفس الحاكم فرقتين نفس الحاكم اللي بيحسب ضربة جزاء للزمالك في لعب ما تزقش ووقع له قدام هو نفس الحاكم اللي ما بيحسبش ضربة جزاء للآله ومدافع لإنتاج الحربي لعب مع وليد أزاره جوده هو نفس الحاكم إبراهيم نور الدين ونفس الحاكم الخامس اللي موجود في الكادر الاتنين تحت عناية ورعاية ومتابعة التحكيم الشاشة اللي أنتوا شايفينها مزدوجة دية لخصت الفعل التحكيمي بتاع السنة دي ولو هندخل 2019 بالوضع اللي أنتوا شايفينه ده يبقى موسم 15-16 والكوارث التحكيمية موسم انتهاك العدالة وموسم مسبحة التحكيم أهيه قد اللقطة اللي كانت خاصة وقتها وشوفوا إبراهيم نور الدين وشوفوا الحاكم الخامس لما يحصل ده وإبراهيم نور الدين رايح اللي صفر بكل الشجاعة في مباراة الزمالك هو نفسه اللي حطوا صفارة بوقه والفار لعب في عبه ما صفرش رجع تاني ما تفهمش ليه ما تفهمش ازاي وبعدين الحاكم الخامس ما هو قدامه أهو ده نقص يمد رجله يلعب الكورة وقتها والحاكم هيصفر سيبكوا بقى من وصل ما قالوش واتضح ان الحاكم الخامس لقال له ولا عدله هو نفسه فيه حاجة معينة منعته أهو لحد منعه ولا زاوية رؤية ولا الكلام اللي انتو بتسمعوه لكن الشاشة المقسومة دي في الحدثين اللي شاورب عرضها لكم لخصت الحادث التحكيم السندي بكل وضوح ليه أهم ما حدث في 2018 عشر نقاط مهده للزمالك بأخطاء تحكمية مش من وجهة نظرنا بمراجعة ليه خبراء استوديوهات التحكيم لكل وقع على حدة وفي المقابل شفت اللي حاصل مع النادي الآلي وإعاقة حصوله على أربع نقاط هدف صحيح للأهلي ملغي في مباراة الأهلي ووادي ديجلة والحاكم اللي لما قلنا عليه الحاكم الملاكي للزمالك قالوا اطلعوا من البلد كان محمد الحنفي للأهلي مع مباراته مع وادي ديجلة نشوف مش رأينا برضو رأي الكابتن أحمد الشنوي ورأي الكابتن أحمد الشنوي واضح فيها الزواجية المعايير دائما وأبدا هي الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها ما عنديش أي مشكلة في إنك يجانبك التوفيق أو الصواب أو حتى تعتمد فكرة معينة في التحكيم ضد الأهلي حتى لو ظلمت الأهلي بس أرجوك واحد واحد معيارك اللي حسبت بيه الأهلي حسب بيه غير الأهلي لكن إن لجنة واحدة مع نفس الموسم يكون عندها هذه الزواجية يخلينا نفتكر حكم مبارات الأهلي والإسماعيلي بيلغي هدف صحيح لكل بالي وفي نفس اليوم أو تاني يوم تقريبا نفس الهدف بنفس الطريقة للمصر بيتحسب بنفس الشكل نشوف الزواجية المعايير في لجنة الحكام كرتلون الرجل فاتح دراعته مستغرب إزاي كورد كل بالي ديت الرجل بطوله طالع ولعبها حاسبها فاول إزاي بس لو أنت حاسبتها فاول طب الزمالك أو المصري كوفي في مباراة المصري مع الجونة الحاكم محمد معروف يحسب هدف كوفي صحيح إذن ده 2018 تحكيميا وشفت اللي حصل فيه مش من وجهة نظرنا بمراجعة مع كل استوديوهات التحكيم لمختلف خبراء التحكيم لعشر نقاط كاملة حصل عليها الزمالك دون واجه حق السنة دي وأنا لما بقول دون واجه حق ما فيهاش أي تجني بالعكس بنراجع أراء السيادة خبراء التحكيم لو زورنا في صوت حد حد يطلع يقول لنا ده مش الكابتن الشرناوي أو ده مش الكابتن ياسر عبد الرؤوف أو ده مش فلان لكن لما يبقى فيه مع توالي الوقت ومطش بعد مطش الناس بتنسى وبتعتمد على زكرة السمكة لا بيجي في يوم نفتح فيه الدفاتر كلها وتيجي لحظة نعمل مراجعة للموسم خمستاشر ستاشر موسم خمستاشر ستاشر شاهد المجزرة التحكمية الكاملة صحيح وقتها مالك وكتابها ما كانش بيطلع والناس استخفت ساعتها بحقوق النادي الآلي وشاهد هذا الموسم المجزرة التحكمية الكاملة اللي وجه الدرع الدوري زي ما انتو شفتوه لكن السنة دي كون ان نص الموسم لغاية دلوقتي أو الموسم ما انتصفش كاملا ويشهد كل هذه الأخطاء التحكمية اللي انا بأكد وأكرر في تعينات السادة الحكام معروفه الحنفي ومحمد امين عمر والصباحي واللي قاله كابتن ساد عبد الحفيز لكابتن احمد شوبر اللي سمع السؤال ساعتها استوقفوا الامر على طرابيزة الاتحاد ولا المهندس هاني ابو ريدا ولا الكابتن احمد مجاهد ولا الكابتن مجدي ولا الكابتن حازم اهتموا ان يسألوا الكابتن عصام عفتاح عن سياسة تعيين الحكام لما يبقى جهات جريشة حكم مصر الاول اللي لعب كاس عالم واللي عمل اداء جيد جدا في كل المباراة الافريقية اللي اسندت اليه ممنوع انه يحكم للزمالك او للبنة علشان الزمالك مش عايز سين ولا صاد يبقى انت فعلا ده تحكيم موجه لان خد بالك حاجة الحاكم الموجه لما بتوديه لفرقة وهو عارف انه زميله الاكفأ منه ممنوع انه يحكم هذه المباراة يبقى فيه مشكلة هو رايح بزهنية معينة وعارف درجة الرضا كيجي منين وعارف ازاي يقدر يرضي الناس وعارف مين صاحب القوة في فرض تعينات الحكام وعارف ايه اللي بيكفر له انه يفضل يحكم مباريات الفرق الكبيرة او مباريات معينة على وجه التحديد هي دي الزهنية اللي انتوا بتسيبوا الحكام يتشكلوا بيها ويجوا يصفروا بيها عارف مصدر الرضا فين وعارف مصدر القلق فين هل هتفضل لجنة الحكام باختيارات الحكام كلنا دعم للحكام وكلنا حرص على مساندة الحكام بس القائمين على لجنة التحكيم يجاوبوا على كابتن سيد عبد حفيز في السؤال الكبير اللي عرضوا في 2018 واللي دخلنا بيه 2019 من غير ما نلاقي اجابة نفس المعيار كوفي لصالح المصري هدف صحيح كل بالي لصالح الالي هدف ملغي وكل بالي اطول من كوفي مررتين تقريبا يعني مش محتاج يسند على حد لكنه كارتيرون فضل مستغرب لغاية لما ميشي ميشي هو مندهش ايه اللي بيحصل ده ايه هذه الازدواجية اللي انت شفتوها في ضربات جزاء تمثيلية جدا من العصفور الرشيق مصطفى فتحي اللي بيستخدم مهارته وزكاءه وخفة حركته في انه ياخد من الحكام اللي هو عايزه وبيفكرنا ببراعة ودهاء الكابتن فاروق عفر اللي سمعتوه بعضمة لسانه عموما ملف التحكيم هيفضل مفتوح حتى نرى من السادة الحكام والقائمين على اللجنة العدل المطلوب في سياسة تعيين الحكام وتوحيد المعايير هو ده المطلوب لا تجامل الاهلي ولا تظلم الزمالك اعدل اعدلوا هو اقرب للتقوى هذا اسبوع مع نهاية السنة وفي ظل النظام الجديد والموعيد الجديدة لدوري ابطال افريقيا اجرى الاتحاد الافريقي في قرعة دور المجموعات لدوري الابطال حضراتكم شفتوها وتابعتوا ان المجموعة الاولى جي فيها الوداد المغربي مع سانداونز واسك الافواري والوبستارز النيجيري الاهلي كان في المجموعة الرابعة اللي ضمت معاه فيتا كلاب الكنغولي وصيف الكنفدرالية وسنبا التنزاني وشبيبة السورة الجزائري اذا انتوا عارفين كل مجموعة المجموعة التالتة بالمناسبة فيها مازنب الكنغولي والافريقي التونسي والقسانطيني الجزائري والاسماعيلي هي المجموعة الاصعب الحقيقة الله يكون فعون الاسماعيلي وان شاء الله يتمكن من استعادة قوته ودخول دور المجموعات ونتمنى له كل التوفيق فيها بعد سحب القرعة الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة في الاهلي كيف رأى هذه القرعة وكيف يستعد الاهلي للموسم القاري المهم جدا اللي بيبدأوا في 10 او 11 يناير المقبل نشوف الكابتن سيد ان شاء الله كل التوفيق للاهلي في الموسم القاري المهم جدا إلا هيبدأوا مع فيتا كلاب من 11 او 12 يناير المقبل لانه ساعة دلوقت 12 طوينا صفحة 2018 بكل ما فيها صحيح كان عندنا حصاد كبير كنا نتمنى ان احنا نتوقف عنده ورد كثيرا على كثير من المتطولين لكن عزقنا انه لسه فيه فرصة جاية ان شاء الله في الحلقة القادمة كل سنة وحضراتكو طيبين دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في السنة الجديدة في التسعة مساء الخميس القادم ان شاء الله ودائما وابدا كل سنة وانتوا طيبين ودائما الاهلي زين النوادي زين النوادي